بوضوح عبر وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون السياسية ديفيد هيل عن الرسالة الأمريكية التي حملها وزير خارجية بلاده مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط مطلقا سلسلة من المواقف في أكثر من اتجاه سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا من أجل تحقيق شرق أوسط مستقر ومزدهر بما في ذلك لبنان قال هيل من بيت الوسط بعد لقائه الرئيس سعد الحريري ترافقه السفيرة الأمريكية إليزابت ريتشارد بحضور الوزير غطى صخوري المسؤول الأمريكي قال من خلال الدبلوماسية والتعاون مع شركائنا سنطرد من سوريا كل وجود عسكري إيراني وسنعمل من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار تحدث الوزير بومبيو باستفادة عن مقاربتنا تجاه إيران لقد دعمنا تفاهما مشتركا مع حلفائنا حول ضرورة التصدي لأجندة النظام الإيراني الثورية وإحباط طموحات إيران الأقليمية الخبيثة وأنشطتها وهذا يشمل أيضا لبنان حيث يجب على الشعب اللبناني وحده من خلال دولته فقط أن يقرر اتخاذ قرارات بين الحياة والموت إن الولايات المتحدة تلتزم العمل مع شعب لبنان ومؤسسات دولة الشرعية بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لمواجهة التحديات المشتركة نحن ندعم جهود القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لتأمين حدود لبنان وضمان سيادة الدولة اللبنانية والحفاظ على أمن لبنان الداخلي إننا نمضي قدما في جهودنا لمواجهة الأنشطة الخطيرة الإيرانية في جميع إنحاء المنطقة بما في ذلك تمويل وأنشطة المنظمات الإرهابية بالوكالة مثل حزب الله وبينما يحق للبنان الدفاع عن نفسه هذا حق لدولة لبنانية وحدها من غير المقبول وجود ميليشيا خارجة عن سيطرة الدولة ولا تحسب من أطياف الشعب اللبناني كافة وهي تقوم بحفر أنفاق هجومية عبر الخط الأزرق في إسرائيل أو تجميع أكثر من مائة ألف صاروخ تهدد الاستقرار الأقلمي هالأشار إلى أن المجتمع الدولي يراقب عن كفب وضع الحكومة اللبنانية إن اختيار الحكومة أمر يعود للبنانيين وحدهم لكن نوع الحكومة المختارة يهمنا جميعا نحن المهتمين بلبنان مستقر ومزدهر وكذلك هو الحال حيال عدم القدرة على الاختيار هناك إصلاحات اقتصادية حاسمة تتراجع فيما العوائق تثقل على الاقتصاد وتعرض البلاد للخطر نحن نثق بقدرة قادة لبنان على إدارة البلاد خلال هذه الأوقات الصعبة ونشجع حكومة تصريف الأعمال على المضي قدما حيث يمكنها وخصوصا على الصعيد الاقتصادي لتجنب المزيد من الضرر والحفاظ على الثقة الدولية مصدر مطلع أبلغ المستقبل أن المباحثات مع الحريري والتي استكملت إلى مأدوبة غداء حملت تأكيد الثوابت من دعم الجيش والاقتصاد والرئيس الحريري وأيضا المساعدة على إيجاد حلول للوضع المالي المسؤول الأمريكي كان قد استهل جولته على المسؤولين بلقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون في قصر بعبدة والذي أبلغ زائره أنه كلما دعمت الولايات المتحدة عملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط كلما ارتاح الوضع في لبنان وترسخ الهدوء على الحدود الجنوبية وأكد الرئيس عون أن عملية ترسيم الحدود في الجنوب تأخرت آملا أن تستأنف قريبا وشكر رئيس الجمهورية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للجيش اللبناني الذي يقوم بدوره في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان لافتا إلى أن الأسباب التي جعلت لبنان يواجه صعوبات اقتصادية ومالية من بينها الأزمة العالمية والحروب في الجوار ولسيما الحرب السورية وتدفق النازحين السوريين إليه وقال إن لبنان في صدد إجراء إصلاحات مالية واقتصادية من خلال تعزيز القطعات الإنتاجية إضافة إلى تفعيل عملية مكافحة الفساد هيل أطلع من ناحيته عون على أهداف جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في عدد من دول المنطقة وشرح موقف بلاده من التطورات وخصوصا في سوريا مؤكدا دعم الولايات المتحدة للبنان في المجالات كافة وفي عين التين التقى هيل رئيس مجلس النواب نبي بر الذي توقف أمام التمادي الإسرائيلي بالخرقات والانتهاكات اليومية للقرار 1701 وتجاوزه لقوات اليونيفل واللجنة الثلاثية بالاعتداء على الخط الأزرق والأراضي اللبنانية وشدد مرة أخرى على الحل السياسي في سوريا وضرورة استعادة العلاقات اللبنانية السورية لطبيعتها على الصعود كافة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أجمع هيل جولة أفق شاملة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأبلغ الجانب اللبناني الجانب الأمريكي أن لبنان مهتم بالانخراط في إعادة أعمار سوريا ولا بد من مراعاة ذلك وفيما يخص التطورات على الحدود مع إسرائيل أن لبنان متمسك بحدوده وأنه لا يفرد بذرة منها لكنه يعتبر أن التطورات قد تشكل فرصة للتوصل إلى اتفاق بإشراف الأمم المتحدة يعيد للبنان كامل حقوقه ويمنع تدهور الأوضاع على الحدود هيل زار أيضا وزير مالية علي حسن خليل وتم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة مع التركيز على الوضع الاقتصادي والمالي